وصلت اللجنة المالية في مجلس النواب رئاسة النائب أحمد الصفدي مناقشاتها للموازنة العامة للوزرات والوحدات الحكومية لسنة 2018 ونقشت اللجنة موازنات وزارات العدل والسياحة وتطوير القطاع العام والاتصالات ناقشت اللجنة المالية برئاسة النائب أحمد الصفدي موازنات أربع وزارات وهي العدل، السياحة، تطوير القطاع العام والاتصالات وأوصت اللجنة المالية برفع موازنة وزارة السياحة لعام 2019 وأكدت وزيرة السياحة لينعناب أن الزيارات للمواقع السياحية في تزايد في الفترة الماضية كما أوصت اللجنة لوزارة العدل ببناء مباني للمحاكم بدل المستأجر عبر التأجير التمويلي وكشف وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد وجود مشاورات مع أحدى الجهات المانحة لبناء مجمع يضم المحاكمة على أرض حكومية كما ناقشت اللجنة موازنتي وزارة تطوير القطاع العام والاتصالات بحضور الوزيرة مجد شويكة